اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له قدو قال لما بن جوزي أنفع العلوم مطالعة سيرة الرسول كل ذلك في برنامج سير أعلام النبلاء بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم صلاة والسلام على أشرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلى له وصحبه الكرام ثم مبعد أحياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلام النبلاء حيث نسلط الضوء في هذا البرنامج على سير الأبطال والنجباء الأطهار من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ألف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي سير أعلام النبلاء بمجلدات فيه القدوات للأمة الإسلامية الأبطال في أمتنا كثير يعدون ولا يحصن عد إن شئت من الأسماء ومن الطبقات حتى ألف الإمام الذهبي كتابه على أربعين طبقات من طبقات الأمة واللادة من الرجال واللادة من النساء الصالحات والبررة الذين نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معهم في أعلى الجنة حديث حلقتنا وبطل هذه الحلقة هو ثالث الخلفاء الرشد مضى الحديث عن اسمه عثمان بن عفان الأموي الذي يلتقي مع نبي صلى الله عليه وسلم بجده عبد المناف وكان ولد بعد عام الفيل بست سنين أي أدرك الجاهلية قبل الإسلام وكان عثمان رضي الله عنه صفاته الخلقية كان رجلا وسيما كان رجلا يوصف بالجمال رضي الله عنه وكان حسنا أيضا الخلق وأعظم صفتي من صفات عثمان كما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة تستحي من عثمان لأنه كان شديد الحياة وهنا فضائل عثمان كثيرا جدا وأحوال عثمان ربما يطول اللقاء ويطول الحلقات ونحن عندما نتحدث نفرح بهذه الفضائل نعم لأننا نود أن نكون جزءا من أعماله وجزءا من تأس به تشبهوا إن لم تكونوا مثله إن تشبه بالكرام فلاحبا ولذلك جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم قلة كيف لا نحبهم والحن نقرأ سيرا كيف لا نحبهم والحن نسمع ما بذلوا كل غال ونفيس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا نحبهم ونعلم ما جروا من الإذاء ومن المصاب وصبروا على ما كان أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قل ويقول الله جل وعلا فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ينزف القرح والدم وهم مستجبون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم ويقول الله عز وجل فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم كيف لا يكون من هذه صفاته وعثمان تحديدا ما جاء في فضال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اله أتدري ما كان فعله وفعاله فعال الرجال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مئتي بعير بأحلاسها وأقتابها والحلس ما يحمل على البعير والقتب ما يكون معه كل ذلك لإصال الإسلام ورسالة المسلمين حتى ترتفع رايته عالياً وينتشر دين الإسلام حياتكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلامي النبلاء الذي يشرف بأعينكم ويتهدى إلى ما سمعكم عبر أتير قناة إثراء الفضل نتكلم عن عثمان بن عفان ذي النورة وقبل الدخول على هذا اللقب وسبب تسميته به لابد أن نعلم أن صفة الحياء في عثمان ركيزة مركزية فيه رضي الله عنه دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا شيء من فخده ومسألة طويلة بين الفقهاء على حكم انكشاف الفخد خارج الصلاة هل في ذلك الأمر وإن الكلام طويل بين العلوة ثم دخل عمر ثم دخل عثمان وغطى النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من فخده كان بارزا فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملأ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملأك أي فطل هذا أي شرف هذا أي مكانة هذا كانت لعثمان رضي الله عنه دن نورين لتعلم أنه لقب بذلك لأنه ختم النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا هذا الشرف لنعرف أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحكم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له سبعة ستة من الولد كلهم من خديجة وواحد وهو إبراهيم من ماريا قفطي الستة أكبرهم القاسم والآخر عبد الله وكلهم ماتوا صغار الصبية قاسم وعبد الله وإبراهيم كلهم ماتوا وهم صغار أي لم يبلغوا سن الرابع سنوات أو ثلاث سنوات أقل من ذلك ماتوا ولذلك يتذكر الإنسان أي مصابة النبي صلى الله عليه وسلم أبناء كلها ماتوا في حياة السبعة كلهم ماتوا في حياة ما عاد فاطمة ماتت بعده بستة أشهر أي مصيبة مات زوجتين للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شجع وإجهر عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تلي بمصاب عظيم هم الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء وأكثر هكذا الدنيا لا يصفوها ولذلك الله جل وعلا شبه بالقرآن مثال عظيم وآية استوقف كل عبد المصر ضرب الله عز وجل مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض شبه الله عز وجل الدنيا كلها في الماء ما سبب ذلك؟ يقول العلماء بالتفسير الماء لا يستقل على حق مرة بارد ومرة ساخن ومرة طهور ومرة متسخ ومرة آجن ومرة جاري وهكذا طبعت على كدري أنت تريده صفواً من الأقذاء والأقذاء كذا الدنيا من اسمها دنيا يفجع بخبر الموت في لحظة ويموت في لحظة ويكون له الأمراض في لحظة ولا حول الإنسان ولا قوة إذن المطلب هي الآخرة والآخرة خير لمن آمن واتقى إذن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء كلهم ماتوا في حياتهم أيضاً النساء أربع الكبير منهن زينب ثم رقية ثم أم كرثوم ثم فاطم وعثمان رضي الله عنه تزوج رقية فلما ماتت وكانت ماتت رقية في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن يجلس عند زوجته رقية وأن لا يخرج وقال لعثمان اجلس معها والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بنصر بدر إذ بقبر رقية يسو ثم ماذا وما الذي جرى مع عثمان رضي الله عنه عنه موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر